طيب الحل توصل لده ازاي بقى؟ اول حاجة تتحقق بالحب ان الله يحبك وإلا لماذا يرزقك بغير تفع ثمن بلاش فكرة ان ايه ان هو يستدرجني ما هو يستدرجني ويحبني الامر التاني المعاملة بالكرم ان الله سبحانه وتعالى يعاملك بكرمه الحاجة التالتة دا يمومة المعاملة ان الله سبحانه وتعالى يديم المعاملة معك فاذا حصل لك التلات حاجات دولة فاذا حصل لك ده ان تعامل الله سبحانه وتعالى متحققا بالحب بحبه سبحانه وتعالى متحققا بانك تعلم ان هو سبحانه وتعالى يعاملك بكرمه وهذا منقطع عن انت ماذا تفعل او لا تفعل ولان الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا بغير ثمن ثم بعد ذلك الا حاصل تعرف ان هذا دائم من الله سبحانه وتعالى فاذا انت تحققت بالحب وتعلم انه كريم فانقطع عنك سبيل أنك ستعمل وأنك لن تجد فتستمر في المعاملة فإذا أدمت المعاملة حصلت لك المواصلة إذا أنت أدمت المعاملة مع الله حصلت لك المواصلة فيتجلى الله سبحانه وتعالى عليه كل نفس وكل يوم فتصير السنة كلها رمضان السنة كلها رمضان بالعكس فتصير كل ليلة من لا يليك ليلة قدر وتكون أوقات السحر هي أوقات التنزلات ونزول الملائكة لتشهد ما يفعل الحبيب عندما يلتقي بحبيبه وماذا يقول له لأن الله هو الذي يدعوك يعني بعد كل هذا القرب الله سبحانه وتعالى كمان يدعوك لتزداد إفاقة لتفيق وتتيقن القرب هذا هو المعنى الأول الذي لابد أن يكون مستقر عندنا ونحن نسير في مسارات وعبادات رمضان ليه؟ عشان ننفي عن أنفسنا أن نحن نطلب العبادة تحقيق مراد نحن نطلب العبادة نحن نطلب العبادة واصلا برب العباد نحن مرادنا هو أن يصلنا الله سبحانه وتعالى وإذا كانت تجربتنا أن الله يصلنا فإلا حاصل لما يصلنا الله سبحانه وتعالى ونحس أن نحن في حضرة مولانا رطولا نجد الحال بتاعنا إيه؟ أليس الله بكاف عبده فتحس أن أنت في سلام سلام إيه؟ إن أنا لا أريد شيء أكثر من ذلك كالسلام الذي كان عند سيدنا إبراهيم وفي النار هو موصول بالله فقال شوف بيعبر إزاي عن سلام الود علمه بحالي شوفه هو أدود بيه إزاي؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي فإيه اللي حاصل؟ فإذا وإزايك حضرت النبي يقول ماذا؟ وهو إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني لو كنت أنا في الوسط مش بحتاج حالة تانية إحنا عندنا مشكلة إيه المشكلة اللي عندنا؟ إن إحنا مش قادرين نحس بدا عندنا أشياء غشوات كتيرة بتمنعنا من ده لازم ننفي الغشوات دي من على صدرنا أول غشوة لازم نرفعها عشان نحس بودي الله إن إحنا نعرف إن ودي الله سبحانه وتعالى ده منقطعاً أعمالنا ودي الله سبحانه وتعالى ده الله يفعله كرماً وفضلاً وجوداً